السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته ورحمة الله 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 وبركاته وبركاته يزداد منذ العام الماضي لبعد كده دي بعض المدن اللي انا دلتها في بريطانيا وفي مدن كتيرة برضك يعني حتى في مدن ده مثلا فيه كم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دل بعض المدن اللي ازارت بخلال عام الماضي لكن في مدن كتيرة مش موجودة معنا في مثل هذه الزيارات وده في شهر يناير يعني شفتوا ده بس في شهر يناير ده احنا اتكلمنا عنه لكن بقى احنا نخش دلوقتي شهر بشهر شهر بشهر فانا عايزكم يا شباب لما تتفرجوا على الفيديو ده وتفرجوا على الفيديو بتاع السنين اللي فاتوا شو الفرق من الاتنين تحسبوني اه كان يبرينج باك بليز انادر وان انادر وان انادر وان يعني اه هدفي في الفين وعشرين ان احنا كنا عملنا مية وخمس واربعين يوم اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نستطيع ان نعمل في الفين وعشرين ميتين خمس واربعين يوم والتمنتاشر دولة دي اتمنى انهم يكونوا تمانية وعشرين لثلاثين دولة ويه التسع وعشرين رحلة اتمنى انهم يكونوا ربعين لخمسين رحلة خلاص 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 كنو جو باك تو ووي وير فيبروري اوكي دي بعد الزيارات اللي حصلت في فبراير اجتماعات مجلس ادارة اه مؤتمرات الامم المتحدة اه زيارات تركيا عامل منظمات تفورش عامل لكثير من الجمعيات اللي موجودة في تركيا زي ما انا قلت قبل كده في مجمع مجمعات نسائية للسوريات والعراقيين واليمنيين والليبيين والمصريين وكثير جدا والصوماليين الى اخري وكثير جدا وحتى الجمعيات التركية كذلك اللي احنا بنعمل معها شراكات ايضا ليه لان مناخ اللي هو التي الموجود في تركيا بالنسبة للمجتمع المدني وبالنسبة للحريات التي يتمتع بها المجتمع المدني يسمح بنمو جمعيات مؤسسة من لاجئين وجمعيات مؤسسة من من هم اللي هم فرين من بلادهم بسبب الحروب وليسوا لاجئين او سبب انظمة السياسية يعني هم political وها فلذلك المناخ ده لما بتوفروا الدولة سواء كانت دولة دي عاستها كذا او كذا احنا ما ادخلتش في سياسة الدولة نفسها لما بيوجدها المناخ تلاقي اللي اللي اللاجئ نفسه بيأسس جمعية والنازح نفسه بيأس جمعية وكل الاجانب بيأسوا جمعيات هناك تستطيع انها تتلقى الاموال من المانحين سواء كان المانحين دوم الدول العربية او الدول الاسلامية او الافراد او حتى من الحكومة اللي هي بتحتضم مثل هذه الجمعيات فهنا الفارق الكبير ان اللي بيأس الجمعيات دي اللي احنا كنا نشتغل معاها هم الاجانب الذين ليس لهم جنسية تركية لان المناخ اللي موجود هناك بيسمح بتأسيس مثل هذه الجمعيات حتى من اللاجئين والنازحين والفارين بدنهم وعقيدتهم وسياستهم من دولهم الام اوكي او في شهر مارس بردك كان فيه برنامج تدريبي مع رعاية المرأة كنا بنضرب حوالي اه خمسة وعشرين امرأة على انهم يكونوا قادرين على انهم يطلعوا رائدات يخلوا الى المجتمع الدولي في النقاشات المجتمعية والنقاشات الانسانية والنقاشات السياسية وكل هذه الاشياء وكان هو شراكة ما بين مؤسسة المرأة هناك وكذا مؤسسة اخرى فلذلك كنا احنا بنهتم في جزء ليه لان المرأة مهمشة في المجتمع العربي وكثير جدا بالمجتمعات الاسلامية خاصة في التركيبة المجتمعية الهرامية للمؤسسات اللي هي اللي بتعمل داخل المجتمعات العربية وداخل المجتمعات الاسلامية بعد كده هو يعني ورش عمل لفض النزاعات برضك في تركيا ليه ده مشاريع لماذا بعد النزاعات بالنسبة لقضية السورية او القضية العراقية الى اخرى وبشتراكة مع اتحاد النظامات السورية الى اخرى يعني ورش العمل اللي كان بتعمل ديك لها للا ان في هناك مناخ يسمح بعمل ورشة عمل مناخ يسمح باقامة مؤتمرات مناخ يسمح بتدريب اللاجئين وليس فقط لهم ابناء الوطن دي اردن في زيارات اخرى لدول اللي لها وجهة مختلفة وطبعا هناك علاقتنا كبيرة جدا معه اللي هو معهد الدراسات العليا للنزاعات اللي احنا دايما كله من روح هناك اللي هو بيترقصه اللي هو النائب الفلسطيني السابق اللي هو كان في الكريسة الاسرائيلي بس اسمه مش جاي على مخي دلوقتي يعني بترقصه فبنتعامل مع الشباب اللي جايين من دول مختلفة عربية مختلفة عشان ياخدوا رسالة الماجستير هناك في هذا المكان في مايو مجتمع مع ماجستير في الكويت عزربيجان الى اخر جنوب افريقيا ودي من اجمل الزيارات اللي احنا عملناها بالشراكة مع مؤسسة اسمها مؤسسة امداد اللي هي الرئاسة بتاعتها موجودة في جنوب افريقيا في ديربين وليها مكتب ايضا عندنا هنا هو في بريطانيا في حتة اسمها بلاكبرن وكانت زيارة جميلة جدا لمدة تقريبا اسبوعين ما بين جنوب افريقيا وموزنبيق وملاوي علشان نرى اثار الاعصار الذي ضرب موزنبيق وضرب زمبابوي وضرب ملاوي في نفس الوقت علشان نشوف مدى تأثر ابناء هذه الاماكن بهذا الاعصار وماذا فعلت مؤسسة امداد لكي تستجيبا مثل هذا الاعصار ثم بعد كده زلنا جنوب افريقيا في مدن اتنين اللي هي كيب تاون كذلك وجوهانسبرغ لكي نتحدث الى المجتمع الذي يعيش في جنوب افريقيا عن رسالة العمل الانساني ورسالة الشراكة وبناء القدرات وبناء البصور ما بين المؤسسات الاسلامية والمؤسسات غير الاسلامية كينيا كانت زيارة جميلة جدا جدا مع متطوعين من كندا وكانوا حوالي 15 متطوع منهم المسلم ومنهم الغير مسلم وزرنا فيها نيروبي كذلك وزرنا فيها منباسة وزرنا فيها كليفي كذلك في كينيا علشان نطلع عن مشاريع اللي بتقوم بها مؤسسة الاغراثة الاسلامية هناك من اجل تمكين المجتمع المحلي في الامور التعليمية وبناء القدرات وكذلك اللي هو المايكروفينانس اللي هو ريزيليانس اللي هو بنسميه تمكين المواطن من اجل الكسب ومن اجل العيش العيش الكريم وطبعا الموضوع ده من اهم المواضيع بنتكلم عنها اللي هو كيف نفعل المتطوعين ونجعلهم قادرين على انهم يحدثوا التغيير المجتمعي حينما تقوم يقومون بهذه الزيارات ثم بعد ذلك يرجعون للمجتمعات فيكونوا سفراء لهؤلاء الفقراء تبعت هذه الزيارة زيارة للصومال ايضا ظلنا فيها كذا مدينة هناك منها مقدشيو ومنها مدن اخرى مع مؤسسة العون الاسلامي اللي هي بالانجليز اسمها مسلم ايد ورتبنا ورشة هناك تتحدث عن دور المجتمع المدني المحلي في تمكين هذا المجتمع المدني المحلي مع مؤسسة دولية للمؤسسات هناك الصومالية اللي هي فيها global humanitarian consortium اللي هو global humanitarian consortium INGO consortium اللي هي تعتبر مؤسسات الدولية تسعين مؤسسة موجودة هناك في نيروبي لكن عملوا معنا الشراكة في الصومال في هذا الوقت ثم نتكلم عن هذه الأشياء نتكلم جدا بلوك انت رايح السومال لان السومال محتاجة رحت السومال وكان برضك في نفس الوقت يعني بعد كينيا وما موتش ما تقتلتش ما تفجلتش فيها قنبلة فلينتوا بتخافوا الأعمار بيادي الله والموت يسالحقنا إما كنا في أحضان أبنائنا وزوجتنا ومجتمعاتنا أو كنا في المناطق اللي فيها السراعات وطبعا الرسالة هنا في الصومال كانت شيء واضحة جدا من البالي خاصة للتسحر والجفاف والتغير المناخي ان احنا عايزين لا نجعل حفر الأبار هو الأولوية دلوقتي بل نجعل اللي هو عمل خزنات المياه وعمل بناء السدود سدود رملية أو سدود موسمية أو سدود دائمة هو الأساس فلذلك لأن هذه المشيئات تتكلف ملايين الدولارات فلابد أن يحدث تعاون وتشارك وتواصل بين الجمعيات الخيرية هناك سواء كانت هي دولية أو محلية إن أردنا لأن كل سنة في الصومال وفي جيبوتي وفي كينيا وفي السودان وفي إيتانيا ربي كل المناطق دي كلها وغيرها بتنزل فيها سيول مدمرة لكن كل المياه بتهضر وتذهب للمحيط أو للبحر لأن احنا غير قادرين على استيعاب تخزين مثل هذه المياه إما في خزنات مفتوحة أو خزنات مقفوة للمياه أو بناء سدود لها في شهر يوليا في شهر يوليا أردنا رحت للبصنة لمدة أسبوعين أو عشرة أيام وكان بردك مع مجموعة أخرى من المستوعين من كندا من إسلام الكليف في كندا وكان أجمل ما في هذه الموضوع إن المجموعة إن فيها كان فيها بنات صغار السنة عندهم 14 و 15 سنة كان هم يعتبروا الوقود المحرك لفعالية مثل هذه المجموعة وقدنا هناك وقت مع الأيتام الأطفال علشان نحسسهم إن هم أبنائنا وإن هم بنتنا وإن هم أشقائنا في كل شيء وكمان علشان نتذكر المذبحة التي حدثت ما بين 9 إلى 11 يوليا في مدينة سربرنيتسا واللي كان سببها المباشر الأول هو انسحاب قوات الحفظ السلام الأممية الهولندية من هناك وتسليم هذه المدن إلى عصابات إرهابية لا تمثل الشعب السربي لكن تمثل مجموعة من الإرهابيين كلهم حكوموا في محكمة العدل الدولية منهم من قدر أحبه ومنهم من سجن إلى آخره إلى آخره إلى آخره وفي هذه الثلاث أيام فمن 1995 قتل ما لا يقل عن 11 ألف رجل وشاب كان كل من في المدينة يهرب يقتل إما في الغابات أو إما في داخل المعسكرات لما حبسوهم فيها وإلى الآن وجدوا رفات ما يقرب من 9000 شخص حتى إن أحدهم كان رفات جشده موجودة في سبع أماكن مختلفة لكي تضيع القضية بتاعة مسبحة سربنيتسة التي لا تقل أبداً عن محارق اليهود في الحرب العالمية التانية التي قام بها النازلية شهر أغسطس جئنا بردك لأفريقيا أنا أقول لكم أنا عملت أولويتي إن شاء الله الحمد لله من آخر 17 2017 لأفريقيا مع مؤسسة اسمها المؤسسة الناجرية كانت ورشة عامل لمدة يومين علشان نتكلم عن اللي هو دور التغير المناخي ودور المجتمع في محاربة التغير المناخي وتمكين المجتمع اللي كي يحارب تغير المناخي ودي كانت في مدينة أبوجة اللي هي العاصمة السياسية في ناجيريا وبعد كده اتجهنا لمدينة اسمها سوكوتو اللي هي فيها سلطان المسلمين اللي احنا قابلنا معه اللي هو يعتبر دي الشخصية الدينية العليا للمسلمين في ناجيريا وبعد كده ذهبنا إلى منطقة اللي هي مدينة لايجوس اللي هي العاصمة الاقتصادية حاليا وأنا أقول ما وجدته في ورشة العمل لمدة شومين هناك مستوى عالي جدا وكفاءة عالية جدا لا تقل أبدا عن أي مسؤول يعمل في العمل الإنساني أو الاجتماعي ساكن في أوروبا أو أمريكا في لندن في باريس في روما في نيويورك في ستوك هولم في أي حتة لكن والأسف لم يأخذوا دورهم في قيادة المجتمعات الدولية الإنسانية أو مؤسسات دولية الإنسانية رجعنا من ناجيريا في أغسطس إلى تشاد وتشاد هي من أغناء الدول الأفريقية بكل شيء فهي في نادي البترول وهي كذلك عندها يورانيام وهي كذلك عندها كوبلت وكذلك عندها ذهب وعندها أنهار وعندها بحيرات وعندها عراضي زراعية بسم الله ما شاء الله يا كما أحدث ولا حرج وفي نفس الوقت عندها صروة حيوانية لا تقل عن 300 مليون رأس ما بين البقر وبين الغنم وبين المعد وبين الجمال إلى آخره لكنها لماذا هي أفقر دولة من أفقر دول لأن هناك نظام ودعة يفسد الشعب لكي تسرق مقدراته وذلك حاصل ليس فقط في تشاد لكن في دول كثيرة في أفريقيا نهب مقدرات هذه الدولة هذه الشعوب من دول هزمة تستطيع أن تتكلم عن الحرية وعن الإخاء وعن المساواة وعن 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 لكن كل هذا فنكوش وكذب ونفاق ورياء عملنا فيها أربع ورش عمل ورشتين عمل مع المركز الدراسات العربية والأفريقية ورشة أخرى مع قتل الخارية جمعية قتل الخارية ورشة تالتة مع جمعية العون المباشر من الكويت ثم بعد كده ذهبنا لقطل أريدم في منظمات شريكة مع بعض نهدوحة بردك للدراسات وعملنا محاضرات كثيرة جداً مع ثلاث أربع جامعات هناك مع الشباب الصغير ومع المتطوعين آخرين في شهر أكتوبر كان عندنا الحلم الكبير بنحاول نحققه لكن قبل ما نحققنا الحلم الكبير كون نحن اللي هي زيارة في سكوتلندا يعني عادي يعني من الداخل في أبردين لكن كان في عندنا أمرين لقاء مع اتحاد اللي هو الأيتام من رعاية الأيتام طبع عندي مؤسسة أيضاً جديدة يعملها ناس من اللاجئين زي ما أنا قلت قبل كده هو في تركيا وعملوا اتحاد وليه مجلس دارة محلي ويعمل ويتلقى التبرعاتنا آخر علشان التصدي لمشكلة الأيتام داخل تركيا وداخل المجتمع السوري وخارج هذه المجتمعات أيضاً وبعد كده هو كان حملنا كبير اللي هو عمل اللي هو المؤتمر التاني للمنتدى الإنساني نسميه واف ولي حضره قرابة خمسمائة مشارك من ستين دولة أو أكتر أو من أكتر من مية وستين جمعية في شركاءنا فيه كان الهلال الأحمر التركي وكان معه للتدريب في الجزيرة وكان كذلك الإغاثة الإسلامية وقطع الخيرية وبيني أبيل وهيومن أبيل ومؤسسات كثيرة يعني شحزت همتها لكي نستطيع أن نخرج مثل هذا اللقاء الرائع في هذا المكان ونحن ليس لنا مكتب في داخل تركيا ولكن استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الشركات الجيدة التي عملناها مع شركاءنا أن نحقق النجاح في هذا المكان بعدها على طول رحنا لتنزانيا مرة تانية اللي كانت لأول مرة لأزور تنزانيا فروحنا فيها لتانجا اللي هي موجودة في تنزانيا مع الإسلاميك هيلب مرة أخرى زي ما نتكلمتي في الأول خالص على مدير الإسلاميك هيلب وبعدين رحنا لزنزبار اللي هي كانت معقل للمسلمين في الماضي واللي عدد المسلمين فيها أكثر من 95% هناك واللي كان فيها تجارة العبيد وشحن العبيد لشرق أفريقيا أو لأورو أوروبا أو إلى أماكن المختلفة وكان فيها سوق العبيد وكان فيها حاجة اسمها جزيرة العبيد أيضا كذلك وبعدين رحنا بعد كده هو دار السلام وفعلا هي دار السلام مدينة آمنة وصدقة من سماها دار السلام فكانت مع مجموعة أيضا من المتطوعين من أبناء الإسلاميك هيلب اللي جمعوا علشان ينفزوا المشاريع بأدهم ويتفاعلوا مع المجتمعات المحلية المحتاجة من بعدها ذهبنا لكاميرون علشان نعمل ورشة عمل عن دور المجتمع المحلي وكيف نفعل المجتمع المحلي باردك كان مع الإسلاميك هيلب في ياويندي ياويندي ولا ديوالة في ديوالة اللي هي العاصمة في ياويندي اللي هي العاصمة الرسمية والحمد لله حضرها عالي 27 جمعية وكان يمكن عشرة منهم جمعيات غير مسلمة ده كان في الكاميرون من الزيارات الميدانية اللي الإنسان يعتز بيها تماما في هذا الشهر في شهر نوفمبر رجعنا مرة أخرى لجنوب أفريقيا علشان أمرين الأمر الأول اللي هو أننا نزور نعمل ورشة عمل ما بعد مؤتمر كبير اللي احنا عملناه في تركيا في 15 أكتوبر والأمر الثاني هو الاحتفال بـ 15 سنة على تأسيس الإغاثة في جنوب أفريقيا وكذلك أجمل ما وجدناه في جنوب أفريقيا هو دور المتطوعين الشباب في تنظيم كل هذه الفعاليات بسم الله ومشاء الله على الشباب الجامعات وشباب المدارة الثانوية اللي استطاعوا أن يقيموا مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه الورش ومثل هذه الاحتفاليات رجعنا بعد كده لتركيا في نوفمبر كان في مبادرة جديدة جدا للجمعيات اليمنية اللي خارج اليمن الإنسانية اللي بتحاول تجمع الشتات اليمنيين من أمريكا ومن كندا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن إيتاني يا ربي فرنسا ومن السعودية ومن الدول الأخرى علشان يبتدوا يحاول يضعوا رؤية لكيف نسقعد الشعب اليمني الممتحن الذي يعاني من هذه الحرب الظالمة يقتلونه بيد ثم يتعمونه باليد الأخرى فكان هذا اللقاء لمدة تومين في نوفمبر أيضا بعد هذا في شهر نوفمبر اتجهنا في آخر نوفمبر إلى شمال أوروبا أو شمال العالم اللي هو السويد كان ده بدعوة أيضا جميلة من إخواننا في الأريتريين قضية أريتريا قضية منسية أكثر من نصف مليون لاجئ أريتري موجود في السودان لا يتحدث عنه أحد في السودان يتحدث عنه أحد في جيبوتي في اليمن وحتى في إثيوبيا غابت القضية لأنها ليست لا تقيمة للمانح الدولي أو حتى المانح العربي أو حتى المانح الإسلامي ونشكر الدول المضيفة لهؤلاء لكن هؤلاء يحتضرون ببطء لأنهم لا يوجد من يدعمهم في هذه الأماكن فلذلك كانت الدعوة هناك من إحدى الجمعيات التي لها أصل لأريتري لكي نجلس مع الشباب والحمد لله عملنا أربع أو خمس محاضرات مع الشباب ووالش عمل أيضا هناك ده بالنسبة للسويد بعد كده هو سويسا خالت القنصيب الأكبر في شهر ديسمبر كان أول لقاء في خمسة ديسمبر مع الأمم المتحدة في الخاص علشان رسالة معينة للموظفين الأمم المتحدة أنكم أجراء عند الفقراء مهما كنتم من كان يدفع المال لكم نحن كلنا أجراء للفقراء والغاية لابد علينا نخرج من بروجنا العجيز كنا في مؤسات إسلامية كبيرة أو كنا رؤساء مثل هذه المؤسات عربية أو إسلامية أو أمامية أو غربية الذي يعطينا المال من نحن من هو الفقير هو الفقير هو الفقير ثم بعد ذلك رحت لكويت وبعدين جلت من الكويت نزلت على قطر أيضا تقابلت مع جمعيات كثيرة هناك علشان نشوف مستقبل العمل في هذا المكان ورجعت مرة أخرى لسويسرا لأحدث اجتماعين اجتماع الأول اللي هو بتاع اللي هو أعوذ بالله مش هنجين بسم الله الرحيم إسرائيب الأحمر إسرائيب الأحمر إسرائيب الأحمر والإسرائيب الأحمر والإجتماع التاني كان بتاع 17-18 ديسمبر كان بتاع منتدى اللاجئين الدولي في جينيف ومفوضية الشؤون اللاجئين والمؤتمر ده كان تحت رعاية خمس دول دوا حصل من 16 إلى 18 أو من 15 إلى 18 خمس دول الدولة الأولى اللي هي تركية وسويسرا وكستاريكا وألمانيا وباكستان كان موجود في المؤتمر الرئيس التركي ورئيس وزراء ورئيس كستاريكا ورئيس سويسرا وبعدين رئيس وزراء باكستان ومسؤول كبير في الحكومة الأمنية ثم رئيس وزراء السومال رسالتي لهؤلاء الناس جميعا كرؤساء وكذا 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 لا تسمحوا للمعتدي أن يطعم المعتدى عليه لا تسمحوا للمعتدي أن يأوي من كان يقتله بالطيارات أو بالدبابة أو بالأسلحة فلابد أن نخرج من منظومة النفاق التي تصفق للمعتدين اللي أنهم أعضاء في الأمم المتحدة حينما يتعمون من أرادوا قتلهم ومن شردوهم ومن جعلوهم من النازحين آخر زيارة اللي هي حصلت كانت في 21 ديسمبر في مدينة أرلندا في دابلين مع مجموعة من الشباب الصغير اللي هو أردنا من خلالهم جمعيات الإسلامية الموجودة في الجامعات في أرلندا نجمع بعض الأموال للأيتام في كل مكان في العالم وكان التارجت أو الهدف نجمع حول 20 إلى 25 ألف يورو لكن بسم الله ما شاء الله هؤلاء الشباب الصغار اللي عندهم 18 سنة أو 19 سنة أو 20 سنة أو 20 سنة استطاعوا أنه يكسروا كل الأرقام القياسية وبدأ من يجمع 20 أو 25 ألف يورو وجمع 56 ألف يورو من أجل اليتيم من شباب مازال هو طالب في الجمعة وحينما تحدثنا سويا عن أحلامهم وأمالهم في المستقبل كانت الأمال عريضة لكن كان هناك في رؤى واضحة لبعض الشباب من ليبيا ومن العراق ومن ناجيريا ومن مصر ومن باكستان ومن بنجرديش إلى آخره إلى آخره إلى آخره محددين الأهداف بتاعتهم وأنا سعيد جدا في آخر اللقاء اجتماعي عملناه في أرلندا في دابلين في هذا الوقت لأننا رجعت من هذا اللقاء برغم كان لقاء يعني صعب عليها جدا في السفر وفي الجو اللي هو المناخ وفي اللي هو الوقت اللي أنا روحت فيه لكن رجعت متحمس جدا جدا لأنه كنت معكم أيها الشباب أختم اليوم ويقول هذا كشف حسابي أمامكم ومن حقكم أنكم تسألوني في كل شيء ومن حقكم أيضا أن تتسألوا أي شخص يعتلي منصة العمل الاجتماعي أو العمل العام في كل شيء فهو ما هو أو هي ما هي إلا خادمة أو خادم عندكم والعكس ليس صحيح أنتم أصحاب القرار وأنتم أصحاب السلطة وأنتم أصحاب السلطان أتمنى أنكم تقرنوا بين الرحلة دي أو السنة دي 2019 واللي هم المحاضرتين بتوى السنة الفات الموجودين على صفحة الفيسبوك هاني البنة ودكتور هاني البنة بالانجليزي وتقولوا أنه في اختراحات تانية نعملها علشان إحنا عايزنا نبدأ 2020 وإحنا متحمسين لوجود حلول واضحة المعالم لمشاكل عميقة الجزور وسكون قادرين عليها والنداء الأخير لا تيأسوا أبدا ولا تجعلون أحدا يحبطكم أو يدخلكم في نفق الإسلاموفوبيا ويخليوا يحولكم من شباب فاعلين أقوياء وعدين عاملين مخلصين إلى أصحاب مخدرات إلى أصحاب دعارة إلى أصحاب فكرة تطرفي أو إرهابي أو نزاعات أو إلى أخر اخرجوا من الخن أو الحارات الديقة التي يدعكم فيها أعداء الإنسانية أعداء الإنسانية أعداء الإنسانية وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراكم الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر